في إطار حرسي وزارة الداخلي على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعمة جديدة لها مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرس وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة على مدار سلاسة أيام استضاف قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956 ويستعرض نمازج للفدائيين والتي قرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة الجديد وشمس جديدة وراية رف رف جوة لحبنا وفيد النصر اليوم مبسوطي ان انا جيت في مدحف بورسعيد وشفت نمازج عن الفدائيين اللي حربوا في العدو في 1956 باشكر مقدر الجيل الجديد انها جابتنا مدحف بورسعيد شفنا النمازج المشرفة دي وطوارهم وقرينا عنهم انا باشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو افكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد انا انضمت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا ان هم رحوا اماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه الى ثلاثينيات القرن الماضي واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة احدى المعاديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة فرحانة قوي ان انا اول مرة شوف حاجة يعني جديدة بحياتي فوجنا مشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي روحنا حاجات كتيرة جدا حلوة بلدنا وشوفنا هاش قبل كده ونشكر مبادرة كلنا واحد وبشكر السيدة رئيس عبدالفتاح السيسي تحيا مصد تحيا مصد وإدراكا لأهمية اطلاع الناشئ على الصناعات الوطنية نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات جيل جديد وشمس جديدة وراية رف رف جوا قلوبنا وفي ده النصر بكر انضحي على شم مصر النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سموتومو إلكتريك إيجف واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان فيه صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة ضفائر الكهربائية للسيارات انا شايف ان دي فكرة كويسة جدا ومبادرة جيدة جدا لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد ان يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد صناعات قادرة ان هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات المصنع بيصدر لأكتر من دولة في أوروبا كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة واول مرة اجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو انا فخورة جدا بالمصنع دوت واول مرة اشوفه اتمنى اشوف حاجات كتيرة تانية ثالث مرة ليه اجي المبادرة والنهاردة شفت ان فيه في مصر اكبر مصنع للدفاير الكهربائية للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم وقاموا بزيارتي مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي موسيقى موسيقى مبادرة عظيمة ان احنا نعتني بشيهاب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم ان البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو وان مصر في عهد السيرت الريس ابتدى يبقى فيه مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه انا مبسوك جدا ان وزارة الداخلية خلتنا زور مدينة بورسعيد وزور اكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد ولما روح هحكي الاصحابي وقرايبي على اللي شفته النهار دي مبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وباشكر ست رأس وزارة الداخلية على مكان الجميل الجميل وحرصت وزارة الداخلية على استحاب هؤلاء الشباب عبر انفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الانجازات الحديثة متجهين عبره الى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التي اقامتها الدولة ومحور اساسي للتجارة العالمية وتم تنظيم احتفالية لومونيك اسمحولي اشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطلبات المناطق الحضرية الجديدة شكرا خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة مرسك على الاستقبالة العظيمة التي استقبلها لنا نهاردة والأماكن التي ورها لنا وبجد أنا فرحان وفحور جدا ان احنا عندنا شركة زيديا وميناء زيدوان داخل مصر نحن مستفقين بالعمل مع الوشفية بإمكان ما يمتلك الوشفية تنظر التجارات الغية في المدينة الأماني نحن يعود محاولات لبعض المبادرة للبعض لبعض المؤكسات وتصريف المعاكبة نحن ممتلك من مستوى الوشفية لتحضير من هذه الوشفية أنا دلواتي في ميناء الشرق التفريعة وخلنا فيها جولة جميلة جدا شوفنا حاجات كثيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كثيرة أو حلوة فخور إنه إحنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي وبالحجم ده ومبسوط جداً إنه موجود في المكان ده بصراحة كانت جميلة جداً وأنا كنت بصراحة ما كنتش عرف إنه في بورس عيد مكان زي ده بصراحة على هامش الملطقة تم تنظيم ندوات تثقفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملطقة بعد النجاحات التي حققتها الملطقيات السابقة أنا أريد أن أرحب بكل زمال الجدد التي نضم لنا في المبادرة حديثة أنا مبسوطة جداً بزمالنا اللي نضموا معنا المبادرة جديدة وبتمنى أنهم يستفيدوا كل اللي إحنا استفدنا من المبادرة وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعرفهم بالإنجازات الوطنية أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري الخير وأنا إزاي حافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة وإزاي خلي مستابلي أفضل كل المباني الحلوة اللي إحنا شفناها وكل المشروعات النجحة دي هتلاقي اللي نجحة الناس اللي شغل فيها زي ما إحنا عندنا مستشفى نجحة بقى عندنا شرق تفريع نجحة وزي ما إحنا عندنا مدرسة نجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح كل المرتبط ما بين ده هو بناء أدم ناجح عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى قوية ونجحين وإيبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمل عايزة أعرف إزاي يكون مفيدة البلدية أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسهم يبقى تعملية التغيير لابد إنها تكون جواينا الأول وبعد كده أبدأ أغير في اللي حوالي يبقى أنا بطور من ناسي بطور من مهاراتي وبتعلم كل جديد وبعد كده ببدأ أوصله لأخرين عن طريق أن أنا كن إيه؟ بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للإستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن فيه تطبيق فعلي استأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة التانية وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي حافظ على البلد تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية أجيل طلع في مصر جديدة بتقول دايماً طحياً مصر لما تشوف أبطل حافظ يا حمو يا ابن اليوم دي أنا مبسوط بمجرادر الجيل جديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة اللي إحنا نتفوق وتأكيداً على نجاح مبادرة الجيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط وهو من عكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيامهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل طرفهي كبير وسط التقاط لسوار تذكارية تخلد هذه اللحظة مجد مبسوط بإختام الملتقى الرابع ومجد فرحانين كلنا نحن نجينا برسعيد ونتعرف على الحاجات الجديدة في بلدنا أنا أول مرز للأماكن دي وفغرة جداً بالأماكن دي باشكسرات مرز على كل المبادرة اللي عملنا ويارب بتكون على طول المتميزون ثقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقىات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وتلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعرفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر وكذلك الإرس الحضاري الذي تزخر به وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وتلائع المناطق الحضارية الجديدة وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وتلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة عبدالبركات التلفزيون المصري